كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذارية أن إيران تخطط لزيادة كثافة اليورانيوم المخصب في منشأة فوردو النووية إلى 20% وقالت الوكالة الدولية أن إيران لم تعلم بعد موعد بدء أنشطتها الاستخراجية والإنتاجية هذا ووفق مجلس صيانة الدستور الإيراني على مشروع قانون في الثاني من الشهر الماضي يطالب الحكومة الإيرانية برفض تحقق الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكسر مزيد من قيود الاتفاق النووية وذلك في حال لم يتم تخفيف العقوبات خلال شهرين كما يطالب مشروع القانون منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بإنتاج وتخزين 120 كيلو جراما من اليورانيوم المخصب بنسبة كثافة تصل إلى 20% خلال عام للوفاء بالحاجات البحثية